السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكل متابعينا الأعزاء حلقتنا النهاردة هتكون رد على حلقة أمس والخبر اللي تداول بجريدة الموجز وانتشر بين كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على هذا الخبر وخرج بتصريح صادم لأولياء الأمور والطلاب بعد فرحتهم بخبر الغلق المدارس والجامعات وده طبعا مش علشان نوقف العام الدراسي ولكن خفهم وقلقهم من انتشار فيروس كورونا على الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات ده فرح ناس كتير ولكن طبعا وزير التربية والتعليم رد على هذا الخبر وده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله مع بعض في الفيديو النهاردة فكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تردد حول غلق المدارس والجامعات في منتصف الشهر الجاري وهو شهر نوفمبر قائلا ان كل ما قيل شائعات اي ان وزير التربية والتعليم نفى هذا الخبر واكد قائلا انه لا يوجد اي تعليمات بغلق المدارس والجامعات وشددا على ان الدراسة مستمرة حتى الان واكد ان الوضع الامن ويعني امن ومستمر وشدت كمان على ان الوزارة بتطبق افضل الاجراءات الاحترازية وان اي قرار مثل ذلك هيصدر من خلال الحكومة وليس من خلال وزارة التربية والتعليم وكمان نوجه رسالة لاولياء الامور بعدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة لان طبعا الناس ما بتصدق ان هي تسمع خبر ويكون كويس يفرحها فاكيد على طول بتصدقه ولكن طبعا هو نفى هذا الخبر وبكده عرفنا طبعا تصريحات وزير التعليم بان كل ما قيلة كان شائعات وتم نشرها من خلال جريدة الموجز وطبعا لاننا زي معودناكم كل الاخبار يعني اول باول ان شاء الله بتنزل بالقناة فلازم يكون فيه مصدقية للقناة فطبعا احنا قلنا جريدة الموجز دي جريدة يعني معروفة فالخبر كلنا صدقناه ولكن طبعا لما وزير التربية والتعليم نفى هذا الخبر فكنا لازم ننزل لحضراتكم بالفيديو علشان يعني يكون فيه مصدقية لقناتنا اكتر ولما تأكدنا من صحة المعلومات يعني تأكدنا برضو ان لازم يعني نقول او نوجه الرسالة لكل اولياء الامور بان الخبر ده شائعة وان كانت غلطة من الجريدة وطبعا لازم نتأكد من الحقائق والشائعات وبكده نبقى عرفنا انه لا يوجد غلق للمدارس او الجامعات او اي خطة لمثل ذلك وباذن الله ان شاء الله بنوفيكم بكل جديد وما تنسوش الاشتراك بالقناة لو اول مرة بتشوفونا وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم من كل جديد اول باول فيما يخص العملية التعليمية واخبار التعليم وفي الختام في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته